بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين قراءات اليوم التاسع عشر من شهر برامهات شهادة القديس أريستوبولوس أحد السبعين رسولة تقرأ فصول اليوم الأول من شهر طوبة وهي مرتبة على شهادة القديس أستفانوس رئيس الشمامسة انجيل عشية قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بَرَكَتُهُ بَرَكَتُهُ عَلَى جَمِيهُ حَلَيْهُ يَعِنَا مِمَّ زَمِيرِ يَبِيْنَ دَاوُدَ النَّبِيْهِ بَرَكَتُهُ عَلَيْنَا أَمِينَ وَلْيَفْرَحْ جَمِيعُ المُتَّكِلِينَ عَلَيْكَ إِلَى الْأَبَدِيُّ يُسَرُّونَ لَأَنَّكَ أَنْتَ بَارَكْتَ الصِّدِّيقَ يَا رَبْ مِثْلَ سِلَاحِ الْمَسَرَّةِ كَلَّالْتَنَاهُ أَلَّيْهُ لَيْلُوْيَا مُبَارَكَ الآتي باسم الراب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين ليس تلميذ أفضل من معلمه ولا عبد أفضل من سيده يكفي التلميذ أن يصير كمعلمه والعبد مثل سيده إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول فكم بالحري أهل بيته فلا تخافوهم إذا لأن ليس خفي إلا ويستعلا ولا مكتوم إلا ويعراف الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في النور والذي تسمعونه بآذانكم نادوا به على سطوحكم ولا تخافوا من الذي يقتلوا جسدكم أما نفسكم لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدروا أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم أليس عصفوران يباعاني بفلس وواحد منهما لا يسقطوا على الأرض بدون إرادة أبيكم الذي في السماوات وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى فلا تخافوا إذا أنتم أفضل من عصافيرا كثيرا فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات ومن ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات أبي الذي في السماوات والمجد لله دائم أبي الذي في السماوات إنجيل باكر قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فاصلوا من بشارتي معلمنا القديس يوحن البشير التلميذ الطاهر بَرَكَتُهُ بَرَكَتُهُ عَلَى جَمِيعَيْنَا مِمَّ زَمِيرِ أَبِيْنَا دَاوُدَ النَّبِيْ بَرَكَتُهُ عَلَيْنَا أَمِينَ كَثِيرَةٌ هِيَا أَحْزَانُ الصِّدِّيقِينَ وَمِنْ جَمِيعِهَا يُنَجِّيْهِمِ الرَّابِ يَحْفَظُ رَبُّ جَمِيعَ عِزَامِهِمْ وَوَاحِدَةٌ مِّنْهَا لَا تَنْكَسِيرُ هَلِّيَا مُبَارَكَ الْآتِ بِاسْمِ الرَّابِ رَبُّنَا وَإِلَهُنَا وَمُخَلِّصُنَا وَمَلِكُنَا كُلِّنَا رَبُّنَا يَسُوعُ الْمَسِيحِ إِبْنُ اللَّهِ الْحَيِ الَّذِي لَهُ الْمَجْدُ دَائِمَا إِلَى الْأَبَاءِ آدْ آمِينَ وَكَانَ قَوْمٌ يُونَانِيُونَ مِنَ الَّذِينَ صَعِدُوا لِيَسْجُدُوا فِي الْعِيدِ فَتَقَدَّمَا هَأُولَئِ إِلَى فِي لُبُّسِ الَّذِي مِنْ بَيْتِ صَيْدَ الْجَلِيلِ وَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ يَا سَيِّدَنَا نُرِيدُ أَنْ نَرَى يَسُوعِ فَجَاءَ فِي لُبُّسُ وَقَالَ لِأَنْدَرَاوُسُ ثم جاءَ أَنْدَرَاوُسُ وَفِي لُبُّسُ وَقَالَ لِيَسُوعِ وأما يسوع فأجاب وقال لهما قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إذا ماتت تأتي بثمر كثير من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبديا من يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا هناك يكون خادمي معي ومن يخدمني يكرمه أبي موسيقى 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 البولوس فصلٌ من الرسالة الثانية من معلمنا القديس بولوس الرسول إلى كنيسة كورينثوس بركته علينا آمين أقول أيضا لألا يظن أحد إني غبي وإلا فاقبلوني ولوك غبي لأفتخر أنا أيضا قليلا الذي أتكلم به لست أقوله بحسب الرب بل كأنه بجهل بمقدار هذا الافتخار بما أنه يوجد كثيرون يفتخرون حسب الجسد أفتخروا أنا أيضا فإنكم بسرور تحتملون الجهال إذ أنتم عقلاء لأنكم تحتملون من يستعبدكم ومن يأكلكم ومن يأخذ منكم ومن يتكبر ومن يضرب على وجوهكم وعلى سبيل الهوان أقول أننا قد ضعفنا والذي اجترئ فيه أحد أقول بجهل إني أنا أجترئ فيه أيضا أهم عبرانيون فأنا أيضا أهم إسرائيليون فأنا أيضا أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا أهم خدام المسيح قلت كمختل العقل فأنا أفضل في الأتعاب أكثر في الضربات أوفر في السجون أكثر بإفراط في الميتات مرارا كثيرا جلدني اليهود خمس مرات أربعين جلدة إلا واحدة وضربت بالقبباني ثلاث مرات رجنت مرة وانكسرت بالسفينة ثلاث مرات وأقمت في عمق البحر نهارا وليلا بأسفار في الطرق مرارا كثيرا قاسيت أخطار أنهار وكنت في أخطار لصوص وفي أخطار من بني جنسي في أخطار من الأمم في أخطار في المدن في بلاء في البرية كنت في بلاء في البحر كنت في بلاء من الإخوة الكذبة بأتعاب وأوجاع في الأسهار مرارا كثيرا بجوع وعطش في الأصوام مرارا كثيرا في برد وعري عدى الأمور الخارجية فقد وضع علي الاهتمام كل يوم بجميع الكنائس من يمرض وأنا لأمرض من يركاب وأنا لا أحترق إن كان يجب أن أفتخر فأفتخر بضعفي الله أبو ربنا يسوع المسيح المبارك إلى الأبد يعرف أني لست أكذب في دمشق والي الأمم الذي لأريط الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يقبض علي فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه فإن افتخرت فليس في ذلك خيرا وإني آتي إلى مناظري وإعلانات الرب أعرف رجلا في المسيح قبل أربع عشرة سنة أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم اختطف هذا هكذا إلى السماء الثالثة وأعرف هذا الإنسان هكذا أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يحل لإنسان أن ينطق بها فأنا بمثل هذا هكذا أفتخر أما من جهة نفسي فلا أفتخر إلا بضعفاتي فإني إن أردت الافتخار لا أكون جاهلة لأني أقول الحق ولكني أتحاشى لألا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني ولألا أستكبر بكثرة الإعلانات أعطيت من خاسا في جسدي من ملاك الشيطان ليقمعني لألا أستكبر ومن جهتي هذا طلقت من الرب ثلاث مرات أن يبعده عني فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل يسرني بالحري أن أفتخر بالأمراض لكي تحل علي قوة المسيح لذلك أسر بالأمراض بالشتائم بالشدائد بالاضطهادات والضيقات عن المسيح لأني إذا ضعفت فحينئذ أنا قوي قد صرت جاهلة لأنكم أنتم ألزمتموني لأنه كان الواجب أن أمدح منكم إذ لم أنقص شيئا عن الرسل الفضلاء وإن كنت أنا لست شيئا لكن علامات الرسولية قد عملت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات نعمة الله الآب فالتحل على أرواحنا آمين الكاثليكون فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بطرس الرسول بركته علينا آمين وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها فاطرحوا عنكم إذا كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به للخلاص إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح الذي إذ تأتون إليه الحجر الحي المرذول من الناس ولكن مختار من الله وكريم كون أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحانية كهنوتا طاهرة لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح لأنه مكتوب في الكتاب إني هأنذا أضع في صهيون حجرا مختارا رأس زاوية كريما الذي يؤمن به لن يخزى فلكم أنتم أيها الذين تؤمنون الكرامة وأما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية وحجر عفرة وصخرة شك أولئك الذين يعفرون بالكلمة غير موافقين للذي وضعوا له أما أنتم فإنكم جنس مختار ومملكة وكهنوت وأمة مقدسة وشعب مبرر لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم صرتم شعب الله الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته معه وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين ألي براكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا آمين وفي تلك الأيام ونخدم موائد فاختاروا إذن يا إخوتنا سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوين من الروح والحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة وأما نحن فنتفرغوا للصلاة وخدمة الكلمة فحسن هذا الكلام أمام كل الجمهور فاختاروا استفانوس رجلا من بينهم رجلا مملوا من الإيمان والروح القدس وفي لبوس وبروخورس ونيكانور وتيمون وبرمينة ونيقولاوس الدخيل الأنطاقي هؤلاء أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأياد وكانت كلمة الرب تنمو وكثر عدد التلاميذ جدا في أوروشالين وجمهور كثير من الكهرة أطاعوا الإيمان وأما استفانوس فإذ كان مملوا نعمة وقوة كان يصنع عجائب عظيمة وقوات في الشعب فقام قوم من المجمع الذين يدعون الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكية وآسية يجادلون استفانوس ولم يمكنهم أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم فيه حينئذ قدموا رجالا قائلين إننا سمعناه يتكلم بكلام افتراء على موسى وعلى الله وهياجوا كل الشعب والشيوخ والكتبة فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى موضع الحكم وأقاموا شهودا كذبة يقولون إن هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما ضد هذا الموضع المقدس والنموس لأننا سمعناه يقول إن يسوع النصري سينقض هذا الموضع المقدس ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى فتفرس إليه جميع الجالسين في موضع الحكم ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك فقال له رئيس الكهنة هل هذه الأمور هكذا كانت؟ فقال أيها الرجال إخوتنا وآباؤنا اسمعوا ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو مقيم فيما بين النهرين قبل ما يسكنوا في حاران لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة آمين إنجيل القدس قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس لوق البشير التلميذ الطاهر بَرَكَتُهُ عَلَى جَمِيهِ حَلَى جَمِيهِ إِيْعِنَا مِمْ مَزَمِيرِ يَبِيْنَا دَاوُدَ النَّبِي بَرَكَتُهُ عَلَيْنَا أَمِينَ أَدْرَكْتَهُ بِبَرَكَاتِ صَلَاحِكَ وَوَضَعْتَ عَلَى رَأْسِهِ إِكْلِيلًا مِنْ حَجَرٍ كَرِيمٍ مَجْدُهُ عَظِيمٌ بِخَلَاصِكَ مَجْدًا وَبَهَاءً عَظِيمًا جَعَلْتَ عَلَيْهِ هَلِّيْلُّيَا مُبَارَكَ الآتِ بِاسْمِ الرَّابِ رَبُّنَا وَإِلَهُنَا وَمُخَلِّصُنَا وَمَلِكُنَا كُلِّنَا رَبُّنَا يَسُوعُ الْمَسِيحِ إِبْنُ اللَّهِ الْحَيِّ الَّذِي لَهُ الْمَجْدُ دَائِمَا إِلَى الْأَبَاءَ آدْ آمِينَ وَبَعْدَ ذَلِكَ عَيَّنَ الْرَبُّ سَبْعِينَ آخَرِينَ وَأَرْسَلَهُمُ اثْمَيْنِ اثْمَيْنِ أَمَامَ وَجْهِهِ إِلَى كُلِّ مَدِينَةٍ وَمَوْضِعَ حَيْثُ كَانَ هُوَ مُزْمِعًا أَنْ يَمْضِيَا إِلَيْهِ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ إِنَّ الْحَصَادَ كَثِيرُ وَلَكِنَّ الْفَعَلَتَا قَلِيلُونَ فَاطْلُبُوا إِلَى رَبِّ الْحَصَادِ أَنْ يُرْسِلَا فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ إِذَهَبُوا هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ مِثْلَ حِمْلَانٍ فِي وَسْطِي ذِئَابِ لَا تَحْمِلُوا كِيسًا وَلَا مِزْوَدًا وَلَا أَحْذِيَةٌ وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَى أَحَدٍ فِي الطَّرِيقِ وأي بيت دخلتموه فقولوا أولنا السلام لهذا البيت فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه وإن لم يكن فسلامكم يرجعوا إليكم وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم لأن الفاعل مستحق أجرة لا تنتقلوا من بيت إلى بيت وأية مدينة دخلتموها ويقبلونكم إليهم فكلوا مما يقدموا لكم واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقتربا ملكوت الله وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار أيضا الذي لصقا بأرجلنا من مدينتكم ننفضه لكم ولكن أعلموا هذا إنه قد اقترب منكم ملكوت الله وأقولوا لكم إنه سيكون لسدوم في ذلك اليوم راحة أكثر من تلك المدينة ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا لأنه لو صنعت في صورا وصيدا هذه القوات التي صنعت فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرمات ولكن صورا وصيدا ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر مما لكما وأنت يا كفرنا حوم أترتفعينا إلى السماء إنك ستنحطينا إلى أسفل الجحيم الذي يسمع منكم فقد سمع مني والذي يرذلكم يرذلني والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضعوا لنا باسمك فقالا لهم رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البارق ها أنا قد أعطيتكم السلطان لتدوسوا حيات وعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضعوا لكم بل افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماوات أفرحوا أن أعطيت والمجد لله داء آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ